إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ينفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قد روى الإمام الترمدي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن فقال أبو هريرة رضي الله عنه فقلت أنا يا رسول الله فأخذ بيدي فعد خمسا وقال صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب وهو حديث حسن كما حسنه الإمام الألباني رحمه الله فهذه الكلمات تعتبر من جوامع الكلم من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم رغب النبي صلى الله عليه وسلم في أخذ من العمل بها ولتعليمها من باب تكمل النفس ثم تكمل الغير فإن كمال النجاة متوقفة متوقف على تكمل النفس وتكمل الغير كما قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات بهذه الأعمال كملوا أنفسهم وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر لتكمل غيرهم وقول أبي هريرة رضي الله عنه أنا يا رسل الله أي أنا آخذ عنك هذه الكلمات وفيه إشارة إلى ما كان عليه من الحرص على الخير رضي الله تعالى عنه وقوله فأخذ بيده أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده لعد هذه الكلمات أو لأنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ عند التعليم بيد من يعلمه وقوله فعد خمسا أي من الخصال أو عد خمسا من الأصابع على ما هو متعارف واحدة بعد واحدة وقال عليه الصلاة والسلام اتق المحار ما تكن أعبد الناس أي احذر الوقوع في جميع ما حرم الله عليك والله عز وجل يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم فالمحرمات المقطوع بها مذكورة في الكتاب والسنة فما ورد التصريح بتحريمه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو محرم وقد تستفاد الحرمة من النهي كما تستفادو أيضا عليه الصلاة والسلام قال وقد تستفادو أيضا وقد تستفادو أيضا التي ستفادو أيضا وقد تستفادو وقد تستفادو وقد تستفادو وقد تستفادو وقد تستفادو وعلم وعلم للمحل ويمكنك وكذلك حديث جيد من الشيخ الألباني هذه الوحيدة صلى الله عليه وسلم هي جوامع القليم هذه الوحيدة الوحيدة صلى الله عليه وسلم أيضًا بعض الوحيدات بعض الوحيدات في تلك الغرفة صلى الله عليه وسلم وعلى الله وسلم وعلى الله وسلم على المساعدات وعلى الله وسلم ويجب أن يكون فيها مستقبل لأنه في هذه الحياة يتحدث بعد أن أصبح لكي أصبح ويقوم بإمكانك أن أصبح الأخرى حتى الله عز وجل عندما يجب في سورة الهزم سورة الهزم في سورة الهزم l'être humain est certes dans la perdition sauf ceux qui croient et accomplissent de bonnes oeuvres c'est-à-dire qu'ils se perfectionnent eux-mêmes et il a dit Allah aza wa j'aim ceux qui se conseillent mutuellement la vérité et ceux qui se conseillent mutuellement la patience c'est ceci pour que les autres s'améliorent et Abu Huraira اشتركوا في القناة إذا سواء السلام عليهم إذا أعلن أfoundedيها صفه الله أعدى وعشاهدتها عاجز بطريبات لن نعلم أقدم أعلم أقدم أعلم من نفهم من الت 되게 نعلم أن النفيد صلى الله عليه وسلم وفقائها المقاربة أو أن النفيد صلى الله عليه وسلم المترجم للقناة 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 إيه أنه سيكون جيدًا لكي أشخاصه سيكون جيدًا لكي أشخاصه أيهادًا لأن الله عز وجل سيُسَهَا كُلَّهِ رَكُمْنَسَهُ مُغْمَمَنَا وفي وقت محام حديث وفي وقت محام حديث إيه أنه سيُسَتْخُمَنَا كُلَّهِ سُتَفَمْنَسَهُ مُغْمَمَنُهُمْ إِيهِ رَكُمْنَا لَصُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اتق المحارمة تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس فمعناه اقنع بما أعطاك الله واجعله حظك من الرزق تكن أغنى الناس فإن من قنع استغنى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس ليس الغنى عن كثرة العرب والعرب هو ما ينتفع به من متاع الدنيا ولكن الغنى غنى النفس وقال الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه الفتح والحاصل أن المتصف بغنى النفس يكون قانعا بما رزقه الله لا يحرص على الازدياد لغير حاجة ولا يلح في الطلب ولا يحلف في السؤال بل يرضى بما قسم الله له فكأنه واجد أبدا والمتصف بفقر النفس على الضد منه لكونه لا يقنع بما أعطيه بل هو أبدا في طلب الازدياد من أي وجه أمكانه ثم إذا فاته المطلوب حزن وأسف فكأنه فقير من المال لأنه لم يستغن بما أعطيه فكأنه ليس بغني فاحفرض يا عبد الله ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه آمنا في سربه يعني في أهله لا يخاف من عدو على أهله وعياله من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده أي سالما من العلل والأسقام والأمراض عنده قوت يومه أي عنده ما يكفيه من أكل وشرب في يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذفيرها فكأنما حيزت له الدنيا بحذفيرها أي فكأنما جمعت له الدنيا بكمالها وتمامها وقوله عليه الصلاة والسلام قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه وهو حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه وإذا رأيت من هو أكثر منكمالا وولدا أيها المسلم فاعلم أن هناك من أنت أكثر منه مالا وولدا فانظر إلى من أنت فوقه ولا تنظر إلى من هو فوقك فإلى هذا أرشدك المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث قال انظروا إلى من هو أسفل منكم أي إلى من هو تحتكم ولا تنظر إلى من هو فوقكم فهو أجدار أن لا تزداروا لعمة الله عليكم رواه مسلم في صحيحه لتنظر إلى من أكثر من أكثر من أكثر من المصطفى وإذا رواه مسلم في صحيحه أكثر من أكثر من أكثر من المصطفى أو تنظر إلى من أكثر من أكثر من أكثر من أكثر من أنه لا يوجد فهذا يصبح غريبا ويساعده يستطيع يقضي لها فهلا يكون في الواقع أجراء في الواقع يكون في الواقع أجراء في الواقع فلا يتوجد بالعبع لا يكون ذلك لا يصدره لا يعتقد فهلا أنت تستطيع وستنع تساعدك من ذلك الله تعالى تتعطي وقالت لك لك تتعطي لك عنه الله صلى الله عليه وسلم الذي يكون في كل محاولة فيه فيه أيضا أنه لا يأتون أنه يأتون يأتونه أو يأتونه فيه الذي يأتونه فيه أيضا أنه أنه يأتونه هما هذا الجدير وقال لديه المسابقين و ما يتصرف على سبيل المسابقين والقفة السلام قال أيضا في حديث مصر في صحيح يمتعى المسابقين الذي يصبح مخلوق الذي يتعرضه الذي يتعرضه ويهي يتعرضه لأنك تكون لديم مرحباية ول أن ت لا تراجعون وسرنا وتم حقيقة او أن تكون مرحباة وثارة تشكي كن أن تتوجه من مرحباة وثارة تجب ت Bea لا تتوقع وثارة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اتق المحالم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس ثم قال عليه الصلاة والسلام وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا تكن مؤمنا يعني كامل الإيمان لأن الإيمان كما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والسيئات وقد أمر الله بالإحسان إلى الجيران فقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجاري للقربى والجاري الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم وأما في السنة فقد كثرت الحاديث أيضا من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجاري حتى ظننت أنه سيورثه وقوله عليه الصلاة والسلام من كان منكم أو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره وقوله عليه الصلاة والسلام خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره فإن لم تقدر أيها المسلم على الإحسان إلى جارك فكف الأداء إن أذى الجار محرم الأذى بغير حق محرم لكل أحد ولكن في حق الجار هو أشد تحريما واسمع إلى حديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن المقداد بن الأسود وهو حديث صحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب بعد أصحابه ما تقولون في الزنا قالوا حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بمرأة جاره قال فما تقولون في السرقة قالوا حرام حرمها الله ورسوله فهي حرام قال لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره إلايه سأزعaze إلواني той أذنين تكون من حقامات تكون من جميلայ و دعduino تكون وأع富 مثلا visual化 و دعني تكون قدut تكون منborgًا و دع날 المجaki وأخذ بالذ青 وأع trials أتكون لك أن جميع للقائل ليس كذلك كذلك إن أنwa كذلك 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 كما أنها تقرأت أو كما أنها تقرأت لأخصانية من كل مسلم أنها تقرأ و تقرأ 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 و تقرأ لأنها تقرأ و تقرأ و تقرأ و الله عز و جل فيه سنة سنة نساعدة نساعدة بأتدخل بنالم عليه Greetings سبحانه و تعالى Dans le verset 36 de Surat les femmes, adorez Allah et ne lui donnez aucun associé, agissez avec bienfaisance envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur. Quand au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont également nombreux à ce sujet, parmi les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa parole lorsqu'il dit Jibril n'a cessé de me conseiller sur le voisin jusqu'à ce que j'ai cru que ce voisin allait avoir une part d'héritage. Hadith rapporté par al-Bukhari, muslim, il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est rapporté par muslim dans son sahih, celui qui croit en Allah, et au jour dernier qu'il soit bienfaisant envers son voisin. Et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique rapporté par al-Tirmidhi dans ses sounan, les meilleurs des amis ou les meilleurs des compagnons chez Allah sont ceux qui sont les meilleurs avec leurs compagnons. Et les meilleurs voisins auprès d'Allah sont ceux qui sont les meilleurs avec leurs voisins. Si tu ne peux pas, chers musulmans et chers musulmanes, si tu ne peux pas être bienfaisant envers tes voisins, alors au minimum épargne-les de ton mal. Car le mal ou d'offenser le voisin est interdit, l'offense envers quiconque sans droit est interdite, mais l'interdiction est d'autant plus prononcée lorsque il s'agit du voisin. Et écoutez un hadith rapporté par al-Imam Ahmed dans son musnad, et c'est un hadith authentique, selon al-Miqdad ibn al-Aswad. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en s'adressant à certains de ses compagnons, que dites-vous sur la fornication ? Ils ont dit, elle est interdite, elle est interdite, Allah ainsi que son envoyé l'ont interdit, et la fornication est interdite jusqu'au jour dernier, jusqu'à la fin des temps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'un homme fornique avec dix femmes est moindre que de forniquer avec la femme de son voisin. Puis il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que dites-vous sur le vol ? Ils ont dit, il est interdit, Allah et son envoyé l'ont interdit, donc le vol est interdit. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, qu'un homme vole dix maisons, cela est moindre que de voler la maison de son voisin. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam. Ay,üyorsun une autre position de homogène qui est homogène a dit, qu'un homme布 End cientique diem musée a dit, qu'un homme lever contre la salle. Kuris as cler dix à laνowych lab Hernli wa sallam 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 wa sallam. ويدخل الجنة فلتدركه منيته أي فليمت وهو مؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه وفي الجملة ينبغي للمؤمن أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه وأن يكره لهم ما يكره لنفسه فإن رأى في أخيه المسلم نقصا في دينه اجتهد في إصلاحه وإن رأى في غيره فضيلة فاق بها عليه فيتمنا لنفسه مثلها فإن كانت الفضيلة دينية كان حسنا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق أَيْعَلَى أَهْلِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَدًا فَوَيَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا هذا veut dire également que plus tu aimeras pour les gens ce que tu aimes pour toi et plus ton islam sera complet et moins tu aimeras pour les gens ce que tu aimes pour toi-même et plus ton islam diminuera et le prophète صلى الله عليه وسلم a fait du fait d'aimer pour les autres ce que l'on aime pour soi a fait de cela une caractéristique pour entrer au paradis le prophète صلى الله عليه وسلم a dit dans un hadith rapporté par un muslim dans son صحيح celui qui aime ou celui qui aime être éloigné de l'enfer et entrer au paradis qu'il meurt en étant croyant en croyant en Allah et au jour dernier et qui aime faire aux gens ce qu'il aime qu'on lui fasse et qui aime faire aux gens ce qu'il aime qu'on lui fasse de façon générale il est demandé aux musulmans et aux croyants d'aimer pour ses frères et sœurs croyant ce qu'il aime pour soi et de détester pour eux ce qu'il déteste pour soi et s'il voit chez son frère un manque qu'il le conseille afin que ce manque soit comblé et s'il voit chez son frère une qualité que lui n'a pas et par laquelle son frère le surpasse alors qu'il espère avoir cette qualité et qu'il s'efforce pour la carrière pour la carrière 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 رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق رواه مسلم في صحيحه فإن الإسلام أيها المسلمون دين يقف مع الإنسان على أرض الحقيقة لذلك لم يفرد على المسلمين أن يكون كل كلامهم ذكرا وكل صمتهم ذكرا وكل فراههم في المسجد وإنما اعترف بهم وبفطرهم التي خلقهم الله عليها وقد خلقهم سبحانه يفرحون ويمرحون ويضحكون ويلعبون كما خلقهم يأكلون ويشربون فلا بأس على المسلم إذن أن يتفكه وأن يمزح بما يشرح صدره ولا حرج عليه أن يروح عن نفسه ونفوس رفقائه بلهم مباح على أن لا يجعل ذلك ديدنا وخلقه في كل أوقاته ويملأ به صباحه ومساءه فينشغل به عن الواجبات ويهزل في مواضع الجد وإذا قيل أعطي الكلم من المزيح أو من المزيح من المزيح بقدر ما يُعطى الطعام من الملح وفلا مباح بكثير من المزيح تسيطره دائماً تسيطره لن نقرره لذلك إنها تسيطره دائماً تسيطره إذن أن تسيطره دائماً تسيطره ودخلته على مدينة على مدينة التي لا يمكن أيضًا لديك أيضًا لديك أيضًا. وفي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يطرق أيضًا أن يرغبًا ولكن في قليلًا وهذا كان المثال من المثال ومن ثلاثًا عندما قال الله عز وجل على سليمان عندما يرغب هذه المثال كما الله عز وجل نريضا في القناة وما 땅amos ليس تجزيلاً منًا سليمان وروحكا أنظم وأصلاح سليم وليس موضوع الل empezar هل تسمى هذه الضوء؟ هل تسمى هذه الضوء؟ و الله عز وجل قال فَتَبَسَّمَ دَاحِكَنْ مِنْ قَوْلِهَا إِلَا لَرْسُورِي قَرَى أَنْتَنُّوَ سَعَوْلِهَا عندما نترى النبي صلى الله عليه وسلم la plupart de ses rires étaient des sourires comme le rapport جابر بن سامورا qui côtoyait beaucoup le prophète صلى الله عليه وسلم et lorsque Sammak ibn Harb l'a questionné et a dit à Jabir ibn Samora «Côtoyais-tu souvent le prophète صلى الله عليه وسلم ? » il a dit oui, très souvent le prophète صلى الله عليه وسلم ne se levait de l'endroit où il avait prié la prière de Sobh jusqu'à ce que le soleil se soit levé et lorsque le soleil s'était levé il partait et il parlait c'est-à-dire les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم il parlait des faits qui ont eu lieu pendant la période anti-islamique il rigolait et lui souriait ses compagnons rigolaient quand le prophète صلى الله عليه وسلم il se contentait de sourire et il a été dit à Amar al-Khattab est-ce que les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم riaient ? il a dit oui et leur foi par Allah était plus ferme qu'une montagne ancrée et l'islam a fait du sourire un acte par lequel le musulman est récompensé et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit à Abu Zar al-Rifari ne minimise aucun bien même minime soit-il même le fait de rencontrer ton frère avec un visage souriant l'islam est donc une religion qui s'accorde avec l'être humain pour cela pour cela que l'islam n'a pas ordonné aux musulmans que toutes leurs paroles soient rappels que tout leur silence soit réflexion que tout leur temps libre se passe à la mosquée mais l'islam a pris en compte la nature de l'être humain car le législateur de cette religion est Allah Azza wa Jal et c'est lui qui connaît le mieux ses serviteurs pour cela qu'Allah Azza wa Jal a légiféré cette religion pour qu'elle soit en parfait accord avec la nature de l'être humain un être humain qui est joyeux un être humain qui rigole et qui s'amuse un être humain qui mange et qui boit il n'y a donc pas de mal à rire à plaisanter à faire rire ses amis et ses frères mais à condition que cela ne soit pas une habitude à condition que cela ne se passe pas tout le long de la journée à condition que cela ne remplisse pas ses matins et ses soirs et à condition également que cela ne le préoccupe pas sur les obligations et à condition également de ne pas rire dans les moments où il faut être sérieux et c'est pour cela qu'il a été dit donne à la parole de rire ce que tu donnes au repas comme sel et s'amuse à la parole et à la parole et à Dieu et à Dieu et à Dieu et au nom de Dieu رب العالمين